بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشراف المرسلين سيدنا محمد وعلى الله وصحبه جمعين اهلا وسهلا بحرقكم في قناة المنتدى هندس الانتاج والتصميم الميكانيكية على اليوتيوب. في الفيديو المهاردة هنشرح مع حرقكم طريقة وسيطة لمستخدمين برنامج سولادوركس اللي حابب يسرع فتح البرنامج هو شغال. كتير مننا بيجي يفتح البرنامج فبيلاقي ياخد منه وقت كبير هو بيفتح. فاحنا كنا شرحنا بكية طريقة لتسريع البرنامج بصفة عامة لكن النهاردة هنشرح طريقة لتسريع فتح البرنامج وكذلك الطريقة دي بتساعد معاك في ان البرنامج يشتغل برضو اسرح. بعد ما بتفتح البرنامج هتروح على علامة الترسي اللي فوق دي وتضغط هنا وتلاقي حاجة اسمها هتضغط عليها هتشيل كل حاجة انت مش محتاجها هتشتغل مع البرنامج. اي اضافة مش محتاجها تشتغل مع البرنامج وانت بتفتح محتاج تشغلها وقت ما تشغلها بس تشيل العلامة من عليها من هنا. وكذلك تشيل العلامة من على اي اضافة انت مش حاجة تشغلها. يعني كام وكذلك كل ده. الا بقى لو انت بتستخدم الاضافة دي على طول. يعني انت مسلا مش كل شغلك على كام. خلاصي بات سيبها. وبعد كده تضغط اوكي. لو جينا افلنا البرنامج اهوت. ونيجي نفتحه كده نشوفها بتاعي ازاي. ان الفيديو دلوقتي هيشتغل من غير اي تسريع ومن غير اي حاجة خالص. هنبص هنلاقي ما اخدش خمس سواني على بعض. وفتح البرنامج بسرعة جدا. طبعا هسيب لحضراتكم رابط الفيديو اللي فات. وفيديو مهم جدا لطريق تسريع البرنامج. فتخيل انت ابقى لو عاملت طريقتين دول هيبقى البرنامج معك سريع جدا جدا جدا. كده يكون انت الفيديو بتاعنا نتمنى الفيديو يعجب حضراتكم. ما تنسوش تعمل لايك وشارل له. سبسكرايب للشنال بتاعتنا على اليوتيوب. ولوك لصفحة بتاعتنا على الفيس بوك. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة